مياهود القروي الفقير الذي يقطع الأشجار للتدفئة هو المشكل الوحيد الذي تواجهه الغابة بل هناك ظاهرة التصحر ظاهرة تعد أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها المجتمع الدولي لذا تلعب الغابة دورا مهما في مساندة الإنسان على البقاء وحمايته وهناك يجلى دور الغابة في الحماية من التصحر حيث أن الغابة تساهم في تتبيت التربة وكتمنعها ملين جراف وذلك تنظيم سيلان الماء فوق سطح الأرض وتسهيل وإنعاش الفرشاء المائية ثانيا الغابة تشكل واحد حاجز ويقائي ضد زحف الرمال في المناطق التي تعرفها الظاهرة توجود كتبان الرملية وكثرة رياح ثالثا ما ننسو بأن الغابة هي العمود الفقاري تنوى البيولوجي النباتي والحيواني وهذا الدور الذي يلعب الغيطاء النباتي يجب قويته يجب الاهتمام به عبر سياسات التي تكون لديها مؤشرات تتبع متكاملة وواضحة المعالم وهذا عندنا في المخطط الوطني دي المكافحة التصحور التي تحيين في 2011 وعطى سياسة واضحة المعالم وقد تمحور على عدد المخططات حاليا مرنا من الوطيرات التخليف وإعادة التخليف وكذلك الوطيرات ارتفعت بشكل كبير يعني الضعفات هذه في الظرف عشر سنين من 25 حاليا نتوقع ونوصلوا للخمسين ألف هكتار وفي نفس السياق همت استراتيجية المخطط الوطني من أجل حماية الغابات ومحاربة التصحر عدة معالم